هل في أي نوع من أوجه التشابه ما بيدنا للشخص المكتئب والتوكسك؟ بس هو خلينا نتفق اتفاق الشخص المكتئب بمعنى البرسونالتي طايب بتاعه نمط الشخصية بتاعه غير الديس أوردر تماما الديس أوردر اللي هو الاكتئاب كاتراب هو ليه أنواع كتير مختلفة احنا في ناس كتير قوي 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 مصابة بالاكتئاب وعيشهم مؤسسين وهم ممكن يكونوا عارفين أنهم عندهم أصلا اكتئاب الاكتئاب الباسم يعني إيه الاكتئاب الباسم؟ يعني أنت تشوفيه صباح الخير وبيبتسم كل حاجة لكن هو من جواه بيروح بيته بيلبس ع بيت الاكتئاب هو مريض اكتئاب ولكن احنا بيكلم على الشخصية الاكتئابية يعني بس نوضح فرص يعني بيلبس ع بيت الاكتئاب يعني بيخش قطه بقى أو يتقوقع حوالي ياخد كل السمت الصفات أو السمات بتاعة الديس أوردر نفسها اللي هو بينسحب من اللقاءات الاجتماعية يعني مثلا هو بينزل الشغل بس لكن بقية اليوم بتاعه هو متقوقع حوالي نفسه مش حابب ينزل مع أصحابه حياة الاجتماعية بقت منغلقة طيب الكلام ده مثلا هل ممكن نحكم على أسبوع؟ لا الكلام ده لو مستمر معي شهور طيب دكتور فيه شخصيات بقى تانية؟ فيه بس ردنا على كلمة الشخصية الاكتئابية هل ممكن هي تكون توكسك؟ الشخصية الاكتئابية هي اللي بتصدر طول الوقت الشكوى والتزمر طول الوقت واللي هو مش عاجبها حاجة وكلام ده كله هنا أنا لازم يعني عندي من الوعي أني أنا أميز أنه ده الطيب بتاعه كده مش طبيعة العلاقة هي كده ترجمة نانسي قنقر